فالمسيح وضح وسع الفكرة أعطى بعد روحي تفسير روحي عمق روحي لفكرة القريب فمن هو قريب وكأن المسيح يقول إن القريب هو أي إنسان محتاج من أي جنس من أي عقيدة من أي لون من أي خلفية اجتماعية أو عرقية يعني بيتكلم عن محبة عملية الحب وهذا الحب العملي الذي يسدد احتياجات الآخرين فإذن أحبائي بيتكلم عن عطاء المحبة أو المحبة الباذلة المعطية فالعطاء هو تعبير عن المحبة العطاء هو تعبير عن الشجاعة من الشخص اللي بيعطي الشخص اللي ما عندهش خوف بيعطي لأنه يدرك إنه الله هو مالك كل الكون وحياته في إيد الرب ما بخفش عارف إنه الله بسدد احتياجاته قال داود كنت فتى وقد شخته ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يريدني على طول في مزمون 23 آية 6 مكتوب إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي الأشبال احتاجت وجاعة وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير يملأ إلهي جميع احتياجكم أحبائي الشخص اللي بيعطي هو الشخص الشجاع وهون عاوز أقول طالما في كارثة في هذه الأيام السامر الصالح صار رمز مش بس رمز ليسوع رمز للخدمة العملية المعطاءة كانت كل على فكرة المسيحية هي التي أسست الخدمات الاجتماعية يا دوبنا بس من الجديد ابتدينا نشوف إنه ناس من ديانات أخرى ابتدأت تعطي ولكن حقيقة المسيحية هي التي بنت المدارس وبنت الجامعات وبنت العيادات وبنت المستشفيات وكانت تذهب لتسعف احتياجات الناس المسيحية في هيئات وجمعيات كثيرة تسمى السامر الصالح وفي أي ديزاستر أو أي كارثة في العالم زلزال أو بركان أو فيضانات أو أو إلى آخره بيتحرك تتحرك هاي الجمعيات سواء السامر الصالح سواء الصليب الأحمر سواء الولد فيجين سواء هيئات وخدمات كثير وعلى فكرة أنا بشكر رب إنه نور لجمع الأمم كمان إحنا مش بس خدمتنا كرازية خدمتنا مساعدة الآخرين وبالذات الإحتياجات في هذه الأوقات العصيبة وساعدنا في أيام الحرب في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي مصر وفي السودان وفي أثيوبيا وفلسطين وأقول هذا لتشجيع الآخرين إنه حياتنا هي بذل هي عطاء هي حب إنك تبطعت بتظهر يسوع الحي الحقيقي في حياتك بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض فالعطاء بعبر عن المحبة بعبر عن الشجاعة العطاء بعبر عن الإيمان وأنا بعطي الرب رح يسدد احتياجاتنا مش رح يتركنا ما تركش أي إنسان الله واليوم في ناس بتمر في ظروف صعبة قاهرة حط ثقتك في يسوع خل عينيك على يسوع المسيح ما تخافش كون شجاع إحنا منفكر إنه الأغنياء فقط اللي بتعطي إحنا نشكر رب من أجلهم ولكن أغلبية الناس هي الناس العادية اللي بتعطي واللي بتكرم الرب في عطاءه وهذا العطاء مثلا مثل خدمة نور لجميع الأمم أو ليكن نور هو بسبب عطاء الناس اللي عم توصل البشارة وكانت سبب خلاص ملايين من النفوس والناس اللي تباركت وتشفت ورأت معجزات من خلال كلمة الرب اللي منعلنها من خلال الشاشات العطاء هو محبي العطاء هو تعبير عن الشجاعة العطاء هو تعبير عن الإيمان أنا أعطي بالإيمان والعطاء أحباء هو التسليم والتكريس الكامل أي أنا لا أمتلك أي شيء كل ما أنا كل ما هو ليه كل ما عندي هو ملك الرب يسوع المسيح أحباءنا وإخوتنا في تركيا في سوريا يمكن محتاجين زيت ومحتاجين الخمر أنا بتكلم من ناحية روحية الإسعافات الإنعاشات التعضيد المساهمات وأنا أقول هذا الشيء مش على أساس أنه عاوزك تتبرع لخدمة نور لجميع الأمم إلى آخر ولكن أقول هذا الشيء أحبائي لأنه هذه الأيام فعليا أنت بتثبت أنك أنت سامري صالح موسيقى